وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية وكذلك تزويدها بكافة الأدوية والأجهزة اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بإضافة عيادات تخصصية لخدمات وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية ما يساعد على تغطية تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالشباب المقبلين على الزواج وكذلك متابعة مرضى الأمراض المزمنة ورعاية كبار السن كما وجه رئيس السيسي بعقد مؤتمر سنوي باشتراك كافة الخبراء ذوي الصلة بحيث يتم تناول الأوضاع الصحية على مستوى الجمهورية وموقف الخدمات والمبادرات المتنوعة المقدمة في هذا الصدد وفي ذات السياق وجه الرئيس السيسي بتنظيم خطة عمل متكاملة تتضمن إطلاق حملة طرق الأبواب بحيث تضمن تقديم خدمات صحة إنجابية واستفادة لكافة الفئات بالمحافظات والقرى واللجوع وذلك لتحقيق أكبر نسبة تغطية ممكنة لتلك الخدمات واطلع رئيس السيسي على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية لإنهاء كل مشروع حيث وجه بضرورات الالتزام بالتوقيتات الزمنية لإنتهاء تلك المشروعات والعمل على إزالة أي معوقات تعرقل سرعة الإنجاز لسيما مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة النيل الطبية المتكاملة ووجه الرئيس السيسي بأهمية العمل على زيادة معدلات الاستثمار في مجالة الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية لتقديم الخدمات الصحية وتوسيع أوجه الشراكة مع القطاع الخاص ما يؤدي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية الصحية وخلال الاجتماع اطلع رئيس السيسي كذلك على مستجدة الموقف التنفيذي للمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تضمنه من مستشفى جديدة بساعة 300 سرير إلى جانب جهود تطوير إدارة المعامل المركزية بمدينة بدر وكذلك جهود تطوير مرفق الإسعاف العام للتوسع في الخدمات الإسعافية